السباح الخير عليكم في هذا النار جميل يومين أو يوم ونصف بعد التأهل التاريخي لمنتخب المغرب منتخب الأسود إلى ربع نهاية العالم الأول مرة في تاريخه وفي تاريخ العرب كذلك وليرابع مرة في تاريخ الأفريقاء بعد الكاميرون السينيغال وغانا فرحنا عينا وعينا 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 حلقة كلها تنظن عشو كثير من المغاربة في منتخب الأسود وكذلك كثير من العرب والواقع أن مع مريمشت الحب المغرب بطرف جل العرب وفي حال هاد المرال إنه المغرب ليس من يؤكد المغرب ولا يناقش نهائيا اليوم تكلمون على مباراة البرتغال وبثاف الناس يعني ذاك الانجومون اللي كان في مباراة إسبانيا لحد ساعة لحد الصباح وانا ما زال مخرجت لحد الصباح مازال ما شتاك الانجومون اللي كايين بحال لي زعما وصلنا لأحسن حاجة وصلنا لها في حياتنا الكراوية وهذا واقع وبحل ما شبعنا لا، أنا بكل صراحة ما شبعتش لأن الابنيت الواحدين تتصر على إسبانيا ممكن أن تفتحوا الشهية بشكل تتصر على أي فريق في العالم ومتنعف شنقول إن إسبانيا، أتبعت بثاف الناس على إسبانيا لنبقى إسبانيا لديك حالة هذه إسبانيا تتعب بإيش النوبي إسبانيا بقى الفريق هذه سنة مشات نصف نهاية كأس أوروبا الأمم ونهازمت بصعوبة بالغة ضد إيطاليا وبالتالي، إسبانيا فريق قوي وقوي جدا ولكن المنتخب الغريبي بصم على مباراة رائعة تاكتيكيا مباراة خيالية التي جعلته يفوز على إسبانيا لا يمكن أن يكون إسبانيا الذي يفوز على إسبانيا لا يمكن أن يكون دائماً نقلصه ودائماً نقصه من إجازاتنا لا يمكن أن يكون دائماً نقصه من إسبانيا لا يمكن أن يكون دائماً نقصه من إجازاتنا لا يمكن أن نقصه من إجازاتنا لا يمكن أن يكون دائماً نقصه من إجازاتنا لا يمكن أن يكون دائماً نقصه من إجازاتنا لا يمكن أن يكون دائماً لدينا صحفيات سوى لدرغي قبل المباراة يكون حالة في الصحافة وقين التداريب للمنتخب الوطني المغربي في ساعة المباراة في الملعب للداحي دائماً ملعب للتداريب المنتخب الوطني منذ أن وصل إلى قطر وبالتالي فالتداريب تتحل أربعة ساعة إجبارياً كما تنص على قوانين الفيفا إلى الصحافة لأخذ صور وكذلك أخذ بعض تصريحات معاند اللاعبين وبالتالي يمكننا أن نرى اللاعبين المنتخب الوطني المغربي يحتلق الدفس التدلشية وبالتالي ليس لدينا أخبار حقيقية على اللاعبين المتخب الوطني بغير أخبار تأتينا من هنا ومن هنا لأنني لا أريد أن أعيط لاعب نهائياً لكي أجعلهم مركزين كما كان لدينا 90% لدينا جميع اللاعبين للمنتخب الوطني يكونوا جاهزين يوم السبت ويكونوا بإستخدام القادية التي قمنا بإستخدام البرتغالي بحاتف السل واحد ولكن لا تؤثر بعد أربعة أيام من المباراة لذلك لذلك لا داعي لكي تخلعوا الناس لكي تنساقوا ورأت الشلتة في الفيسبوك كل صراحة أنا أكد من اللاعبين المتخب الوطني المغربي سيكونوا جاهزين وكذلك يعني غير مصابين نهائياً والمتخب الوطني المغربي يمكنهم العب أي شكلة رسمية يوم السبت المقبل وهو الفرق بين المتخب إسبانيا ومتخب برتغال ننشي فقط بأن لعبنا ثلاثة مبارايات مع المتخب إسبانيا في حياتنا في أس العالم قبل المباراة يوم الثلاث الماضي فيها مباراة أليروتوك ومباراة أليروتوك وكذلك برتغال هذه المباراة الثلاثة يتذكر جلياً مباراة ثلاثة الواحد في غواذالاخارا وكذلك كل المغاربين يتذكرون مباراة روسيا اللي انهازم فيها المغرب 1-0 إصابة غير صحيحة غير صحيحة لأن بيبي المدافئة أوصل برتغال أدفاع لاعب سائز قبل ما كريسيانو روندوش الهدف وسيطرنا في هذا المباراة سيطرة كاملة وشاملة ولذلك الخادية لا رسماني لا تلعبوا جنوبي وبرتغال الأبو فيتيغال صحيح أن البرتغال صحيح أن البرتغال لديهم ميدان عالمي خصوصاً ميدان الهجومي بين بروينو فرنانديز أحسن لاعب من التنقيد في العالم وبرنادو سيلفا صحيح أن البرتغال لديهم ميدان دفاع من مستوى الربيع صحيح كذلك أنه غياب إبريرا وبالتالي بيبي والذي يلعب بيبي كما كان في حالة رجل كبير لا تكون أكثر من إسبانيا ولكن هذه الخادية لا تخافوا منها لأن وسط دفاع ووسط ميدان دفاعي من المستوى الربيع أحسن ما أنجبتك الخدمة العالمية في هذا المنديان الكل يتكلموا على المرابط الكل يشيدوا من المرابط والكل يقولوا بأن المرابط حالياً في العالم الحالية هو أحسن وسط ميدان دفاعي دفاع أوسط بين سايس و نيف أكرد من المستوى الرافع ورافع جداً ولذلك من المرابطة 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 أحسن من المرابطة لتسجل من المرابطة بالإمكان ومن المرابطة من المرابطة لأنه كانت تقاعد why لا أتبقى مباراة نهائياً ولكن إلا بقينا في نفس القيم اللي دارت قيمة المنتخب الوطني المغربي في هذا المونديال تيقوا بيا عنا حدود حقيقية باش نتأهلوا النصف النهاية ما هي هذا القيام؟ الحماس ثم التركيز ثم عدم تضييع أنصاف الفرص مع كل أسف ضد إسبانيا رغم تتأهل ضيعنا جوش فرص حقيقية اللي كانوا يقتلوا المباراة في تسعين دقيقة أو على الأقل قبل الضربة الترجحية هذا الفرص يعود يأتيون على برتغال لن أكد أنصاف الفرص لن أخذنا لديهم لن أخذنا لديهم لن أخذنا لديهم لن أخذنا لديهم لن أتأهلوا بدون مشاكل وإن لدينا البنتيات لدينا اللاعبين المركزين لكي يجعلوا البنتيات ملا خوفة على المنتخب الوطني المغربي وملا خوفة على المنتخب الوطني المغربي لديهم حضور من أهل وحتى يكتب الله لن أتأهل لديهم رأسوا غالي وغالي جدا لن أخذنا لديهم 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 نحلمه من هنا ستود في الليل ما تخسره سيدي؟ نحلمه نحلمه من أن ننزل الفينال نحلمه من أن ننزل الفينال نحلمه من أن ننزل العالم دعونا نحلمه لماذا أن تتشاؤم؟ وإذا لم تكن الله الله ولكن لا تحتاج إلى نارخيص نحن نكون في المستوى ونبقى جيعانين ونبقى مركزين ونبقى محمسين إلى اللقاء غدا بحول الله وشكرا